أسطورة سادسة عنوانها إما التجسيم وإما التشبيه مجسم مشبه إما التجسيم وإما التشبيه أقول في نفس المورد والمصدر السابق قال ابن تيمية وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجية كما رأى يوسف سجود الكواكب والشمس والقمر له فلا ريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه وكانت حقيقته سجود أبويه وأخوته كما قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وكذلك رؤية الملك التي عبرها يوسف حيث رأى السنبو البلو البقر فتلك رأاها متخيلة متمثلة فتلك رأاها متخيلة متمثلة أو متمثلة في نفسه وكانت حقيقتها وتأويلها من الخصب والجد فهذا التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبته بمعنى أن له تأويلا صحيحا يكون مناسبا له ومشابها له من بعض الوجوه فإن تأويل الرؤية مبناها على القياس والاعتبار والمشابه والمناسبة ولكن من اعتقد أن ما تمثل في نفسه وتخيل من الرؤية هو مماثل لنفس الموجود في الخارج وأن تلك الأمور هي بعينها وأن تلك الأمور هي بعينها رآها فهو مبطل مثل من يعتقد أن نفس الشمس التي في السماء والقمر والكواكب انفصلت عن أماكنها وسجدت ليوسف وأن بقرا موجودة في الخارج سبعا سمانا أكلت سبعا أجافا فهذا باطل وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه فهذا حق في الرؤية ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رأاها فيها مناسبة ومشابهة لإعتقاده في ربه فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور والسمع من الكلام ما يناسب ذلك وإلا كان العكس ما هو المصدر بيان تلبيس الجهنية جزء أول كما بيناه وقلنا نفس المورد السابق ونفس المصدر السابق كلام طويل طبعا من يقرأ وهذا نقول يذرع أو يشبر طبعا يكون في حالة إرباك وفي حالة ضعف ووهن وذلة أمام ما يقول إنه كلام كبير وفيه فلسفة وفيه علم لكن لا يعلم بأن هذا عبارة عن خزع بلاد عبارة عن أمور غير مرتبطة عبارة عن تخيلات وسفاهات يأتي بها من ويجعل منها عبارة عن قياسات باطلة ليست تامة لا من ناحية الشكل ليست تامة من ناحية الهيئة ولا تامة من ناحية المواد لا مقدمات القياس تامة ولا شكل القياس تام كل ما نقول إن شاء الله بدليله وببرهانه إذن كلام طوي كيف سنفسخ الكلام كما يقال بالعامية شورتك يا تامية أقول أولا حاول شيخ الإسلام المجسم دفع معتقد التجسيم عن نفسه لكنه وقع في التشبيه وبكل تأكيد وإصرار فهو يكرر ويؤكد وجود تشابه بين ما يراه في المنام وبين الموجود في الخارج فربه الشاب الأمرد الجعد القطط الذي يراه في المنام يشبه ربه الذي في الخارج مقدار الشبه سنتحدث عن مقدار الشبه وكلما ازداد الإنسان إيمانا ويقيا كلما ازدادت نسبة المشابهة وعدد جهات المشابهة حتى تصل إلى التطابق بين ما يراه في المنام وما موجود في الخارج ما هو الدليل على ما قلت أنا ما هو دليل على ما قلته أنا أقول قال الشيخ تيمية وتلك هذه من العبارة السابقة التي قرأناها أختبس ما أحتاجه هنا ماذا قال؟ قال وتلك أنثال مضروبة لحقائق خارجية كما رأى يوسف وكذلك رؤية الملك بمعنى أن له تأويلا صحيحا يكون مناسبا له ومشابها له ومشابها التفت إلى التشبيه مناسبا له ومشابها له من بعض الوجوه إذن يوجد تشابه مشابها له من بعض الوجوه فإن تأويل الرؤية مبنىها على القياس والاعتبار والمشابه والمناسبة والمشابه والمناسبة الآن يقول وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام قد يرى ربه في المنام ويخاطبه لاحظ كيف يأتي بمقدمات ويفرع عليها بالنتائج يقول وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابها لإعتقاده في ربه فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور والسمع من الكلام ما يناسب ذلك التفتوا جيدا التفتتم جيدا كم مرة كرر المشابهة وأكد عليها لا نعيد يبقى عليكم المراجعة والمتابعة هذا أولا ثانيا قال فهذا حق في الرؤية ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا فإن سائر ما يرى أو ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا هنا أقول على هذه العبارة وعلق أقول التفت جيدا إنه لم يقل بين قويسين يجب أن لا يكون مماثلا لم يقل يجب أن لا يكون مماثلا بل قال لا يجب أن يكون مماثلا ما هو الفرق بين هذه وهذه فالتماثل للكلي والتطابق ممكن عند التيمية لم ينفيه التماثل هو يقصد بالتماثل التطابق سنعرف هذا إن شاء الله خلال الكلام يتحدث عن مشابه من بعض الوجوه ويتحدث عن تطابق ويتحدث عن تماثل وتطابق جعل التطابق يقابل التشابه من بعض الوجوه ويجعل التماثل أيضا يقابل التشابه من بعض الوجوه إذن أقول التفت جيدا انه لم يقل يجب ان لا يكون مماثلا بل قال لا يجب ان يكون مماثلا فالتماثل الكل والتطابق ممكن عنده تيمية ولا مانع يحول دون امكانه التفت يوجد فرق عندما يقول يجب ان لا يكون مماثلا فينفي التطابق نهائيا اما عندما يقول لا يجب ان يكون مماثلا لا ينفي الامكان لا يجب أن يكون مماثلا يعني وجوب التماثل هذا غير موجود لكن إمكان التماثل ممكن يكون مماثلا ممكن يكون مطابقا فالتماثل الكل والتطابق ممكن عند التيمية ولا مانع يحول دون إمكانه لكنه يعتمد على لكن كيف يحصل التطابق كما بينا بنتيمية أقول لكنه يعتمد على مستوى الإيمان ودرجة اليقين ولهذا قال فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور والسمع من الكلام ما يناسب ذلك وإلا كان بالعكس أنا أقول أم هو الذي يقول هو الذي يقول هذا أشاهد من كلامه أقول ثالثا ما هو العكس فهل رب هذا يختلف يختلف عن رب ذاك هل إله هذا يختلف عن إله ذاك هل الله لهذا يختلف عن الله لذاك فهل رب هذا يختلف عن رب ذاك فتختلف الصور ويختلف الكلام بحسب إيمان واعتقاد الشخص وأي إيمان واعتقاد يتحدث عنه ابن تيمية وما هي المطابقة ومع أي شيء تكون المطابقة يظن الله ماذا قال قال فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا مطابقا مع أي شيء لاحظ ألم أقول لكم بأنه يأتي بخزعبلات يأتي بكلمات متقاطعة ويجعل هذه الكلمات في عبارة طويلة يشوش على الأفكار ويتبعه الجهال وتجري وتسري عليهم هذه الأمور إذن يقول فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام مطابق لأي شيء إيمانه واعتقاده إن كان مطابقا لأي شيء سيأتي لتيمية ويبررون ويؤولون ويفسرون حسب ما يشتهون أقول والحديث عن الصور والكلام فلا نتصور مطابقة هنا إلا مع صور وكلام أصلي أو المرجع نرجع أين نتصور مطابقة هنا للسور والكلام فلا نتصور مطابقة هنا إلا مع الصور وكلام أصلي عندي صورة أطابق الصورة إذن مع صورة أخرى والكلام مطابقه مع كلام آخر مع كلام أصلي عندي مرجع نرجع عليه عندي أصل أرجع عليه عندي صور عندي ألبوم صور عندي ألبوم صوتيات حتى أطبق هذا ينطبق على هذا أو لا ينطبق هذا يشبه هذا أو لا يشبه هذا يماثل هذا أو لا يماثل هذا جهات التشابه مع هذا كم يشبه هذا وكم يشبه هذا إذن يحتاج إلى أصل إلى مرجع أطبق وأرجع عليه ومرجع نرجع عليه لنعرف هل أنه يطابق أو لا يطابق أو يطابق بعضه ومن هنا يأتي السؤال عن الصورة والكلام الأصلي فمن أين يحصل عليه الشخص وكيف يعلم به ويتغيقنه وأين يراه ويسمعه ثم يجعله مرجعا له يطبق عليه الصور والكلام التي رأها وسمعها في المنام يعني يلتفت جيدا الآن الكلام هو في رؤية الله في سماع كلام الله في الرؤية الآن في الرؤية مع ابن تيمية الآن نسلم معه في الرؤية الآن عندما ترى صور ترى صورة تسمع كلاما في المنام الآن كيف تطبق بأن تقول هذا الكلام هو كلام الله هذا الجزء من الكلام هو كلام الله هذا هو صوت الله هذه هي أحرف الله هذه هي كلمات الله هذا هو لفظ الله هذا هو كلام الله هذه هي كلمة الله وعندما ترى الصورة تقول هذه صورة الله هذا الشاب هو الله هذه القططية هذه الجعودة أو الجعدية أو الصفة الفلانية العين أو الأذن أو اليد أو الساق أو السن أو اللها أو الرأس أو اليد هي لله أو ليست لله كيف تطبق هذا إذن المفروض عندك صور قبلية معلومات قبلية عندك مرجعية للصور مرجعية للأصوات مرجعية صوتية مرجعية صورية عندك لبوم صوتي عندك لبوم صوري تطبق عليه هذا المرجع هذا المرجعية هذا الاستوديو المفوظ فيه صور الله وأحرف الله فيه أحرف الله فيه كلام الله فيه كلمات الله فيه أصوات الله وهنا تأتي تطبق هذا ينطبق وهذا لا ينطبق هذا يتطابق وهذا لا يتطابق